مبروك للويداد ووصولوا للدور النهائي مقابلة كبيرة قدمها فريق الويداد اليوم في جنوب فريقيا نعرف صعوبة التنقلات خاصة في السانداونز فريق اللي منهزمش على أرضية ميدان وفي النسخة هذه فريق اللي فاز على أهل المصري بخمسة هداف وفريق اللي تقريبا يظل في المسابقات الكل فاز على بلويداد داربعة زادة منهزم حتى مقابلة وحتى مقابلة اليوم بالرغم من خروج السانداونز لكن ما بنتيجة التعادل انهزم الفريق الجروب الفريقي لحقيقة كنتشوف معنا حتى تشكيلة متاع الويداد اليوم تحس انه فريق مشاء العب بتوازن مشاء عرف شنوه بشي يعمل بالضبط شوفنا معناها ننجاجمان فيزيك شوفنا معناها معناها الثنيات اللي ما حكيوا عليها لغابط على مقابلة ترجر ديتوسي القناة في فريق الويداد لان فيه كانت موجودة بالنسبة للفريق المغربي موسائل انك معناها تكمل لشوت الاول هدف معناها السفر مقابل سفر وبعد تقبل هدف معناها في السبع دقائق الاولى في جروب فريقيا تخلط وتعادل النتيجة وبعد ترجع سانداون تسجلك الهدف وتكون ريكسون متاعك انك تعاود تسجل هدف التعادل وتحافظ على النتيجة للاخير الحقيقة معناها مردود ممتاز اليوم شوفنا حتى المدرب البلجيكي لعب بتاوزن كبير بدون فلسفة تقريبا اللاعبين اللي كان يعتمد على الويداد في اللعب الفردي خاصة نحكي هنا على ايمان الحسوني اللي كان معناها خارج التشكيل اليوم باختيار فني اليوم معناها لعب بجبران الحيمود هلوز لاعب الارتكاز ومعاهم معامل الجعدي ثلاثة لاعبين وسط ميدان ممتازين خاصة في خروج الكرة في الترانزيشون الويداد في الارتكاز كان ممتاز وخاصة زاد في عملية الهجمة السريعة كان متميز قبيل لو نتفرج وانا وشاكر قال لي دولي واضح انه فريق سانداونز يمتلك الكرة ويلعب خاصة يحاول انه يستحوذ ويلوج على الثغرة في دفاع الويداد لكن دفاع الويداد كان متماسك وفي خروج الكرة كان متميز يعرف كاش يخرج بكرة في الترانزيشون في التحاول والتنقل السريع معناها من الدفاع للهجوم الشي اللي يعمل معناها خل الويداد في مرة اولى معناها صورة الهدف تقريبا توزيع من جبران وظاهير اليمين معناه يدخل في محور دفاع فريق سانداونز وسجل هدف نحكيه هنا على العملود وكيف كيف معنا يستغل زاد الكرة الثابتة اللي هي منسلاح بالأسحة لكن القوة في التزديد من اعتطالها الظاهير الايصر بالنسبة للويداد اللي هو مندخب المغربي ظاهير ممتاز عملية تزديد الكرة اللي كانت معناه بشكل قوي هو الملحيد المحلي هو الملحيد مع جبران في بعض الاحيان اللي هو قائد فريق نادي الويداد ترجمة نهاية keep